دلوقتي معدنا مشاهدينا مع موجز الأهم وآخر الأنباء موجز الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة مع زملتنا العزيزة هالة الحملاوية شكرا محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم يواصل حجاج وبيت الله الحرام ناسك الحج برمي الجمرات في مشعر منا في ثالث أيام التشريق الثلاثة وكان حجاج وبيت الله الحرام من المتعجلين قد أدوا طوافي الإفاضة والوداع بعد أن رموا جمرات اليوم الثاني مبتدئين بالجمرة الصغرى في الوسطى ثم جمرة العقبة صرحت وزارة الخارجية بأن القطاع القنصلي بالوزارة وابعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في السعودية والأجهزة المعنية تبذل جهودا مكثفة بالتعاون مع السلطات السعودية لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين المفقودين بين صفوف الحجاج بالإضافة إلى وقوع أعداد من الوفيات خلال موسم الحج الحالي وأوضحت الخارجية أن السفارة المصرية في الرياض قامت بإفادة بعثة قنصلية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للأقوف على تطورات الوضع الراهني ومتابعة جهود البحث عن كافة المفقودين من المواطنين المصريين كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين الذين وافتهم المنية ويرغبوا ذوهم في إعادة جثامينهم إلى أرض الوطن وصل جايش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأفادت مصادر فلسطينية بأقوع شهداء ومصابين إسرى قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب مدينة رفح فلسطينية كما أعلن مستشفى العودة في النصيرات استقبال ستة جثامين لشهداء وخمسة عشر مصابا قراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في وسط قطاع غزة وجنوبه أعلن جايش الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على خطط عملياتية لهجوم في لبنان وقال جايش الاحتلال في بيان إن كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أجروا تقييما مشتركا للوضع في القيادة الشمالية وتمت المصادقة إقرار خطط عملياتية لهجوم في لبنان وضاف البيان أنه تم اتخاذ قرارات بخصوص مواصلة تسريع استعدادات القوات في الميدان وفي واشنطن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجن أن الولايات المتحدة لا تريد حربا إقليمية أوسع نطاقا في الشرق الأوسط وقال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاجن إن أولوية الإدارة الأمريكية هي التوصل لحل ديبلوماسي يؤدي إلى خفض التصعيد على الحدود مع لبنان قال وزير الخارجي الأمريكي أنتني بلينكين إن دعم الصين للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية يطيل أمد الحرب في أوكرانيا وشدد بلينكين في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي نيتو يانس سولتنبرغ على ضرورة وقف الصين الدعم الحاسم لروسيا والإبقاء على آلة الحرب المستمرة صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مسودة اتفاقية للشراكة الاستراتيجية الشاملة مع كوريا الشمالية التي سيتم التوقيع عليها في لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وبحسب بيان لرئاسة الروسية فإن الوثيقة تحدد أفاق مواصلة التعاون الثنائي مع الأغذف الاعتبار العلاقات بين البلدين في السوناوات الأخيرة سواء في مجال السياسة الدولية أو في المجال الاقتصادي بما في ذلك القضايا الأمنية انتهى مجاز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يوم مصر بعد الفاصل